سلام عليكم اهلا وسهلا نتمنى انكم تكونوا بيخير وعلى خير والقاكم هاد الفيديو في اتم الصحة والعافية اليوم ان شاء الله دي نصيب واحد المبخرة لي سهلة وبسيطة هنا خشب الليزر واحد طبيسيل واحد زليفة اللي غادي نخدمو بيهم هنا هاد شبيكة اللي تناخدو اه تلاتة بخمسة درهم او لوحدة بجوش درهم غادي ناخدو واحد البانيو نديرو فيه الكبس ونزيدو الماء نقدرو نخدمو بالسيمة البيضة والقبس اولا نخدمو غير القبس بوحديتو او الجيبس بوحديتو اه تيكون سهل وتينشف دغية وبالنسبة للحرارة هو ما تشدش فيه الحرارة بالسف تنديرو شوية جاري وتنكبو في هاد السليفة اللي على هاد الشكل اولا نديرو اي شكل عندنا في شي سليفة ما بقاتنا بوحديتها اولا ناخدوها هي وشي طبيسي سيل اولا شي طبسيل طويل انتو ما انتو ما تتفنو كما بغيتو نعطيتكم فكرة وانتو ما غادي تتفنو كما بغيتو هنا ده نسدك الكاس شوية بسيت باش نديرو من الوسط هانا هي غادي نخدمو بهاد البريون اللي تناخدو من عند دروغري راكينين لوينات وان هي ده الحجيرة نخدمو بها بحال هاد الشكل اولا راكينين عدة اشكال والعقيقة كبيرة اولا عدة اشكال كاينين عند دروغري نقدروا نخدمو بهم هانا هي تنشوف اه شكل غادي تجي كانوا عندي بساف ولكن حاولت انا اني غادي نديري لذلك العقيقة اللي صغيرة هانا هي خليت اه الكلان تاع الخشب هالي تقريبا شي 8 درهم هالي صغيرة وكاني الكبيرة غادي نحاول انني نزوق هاد الخشب خشب الليزر هاد را تيتباع عند الدروغري نتاع الخشب مش الدروغري العادي الدروغري نتاع الخشب تيتباع عندهم كين تدقلو خشب الليزر كين عدة اشكال وانواع بنسبة الناس انتوع كازا اللي تسولوني في انتا ناخد خشب الليزر تناخدو في القريعة تندهن هاد الخشب تندهن هاد القولان تاع الخشب ومن بعد تنرش هاد البريون هاد البريون را تتاخدوه بالعبار خمسة درهم عشرة درهم اللي بغيتو تتاخدوه اولا نديرو دك كين واحد البريون اللي كين نرقيق تا هو نقدرو نستعملو تي تناخدوه بثلاثة درهم وكين تعدرهم وكين اللي تيتباع في المكتابة وكين الكافير تا هو كين الكافير تقريبا بحال هكا تناخدوه عند اللوازم اللي تيبيعوا اللوازم تاع الخيط والعقائق دوك الاكسسوارات نتعوه على الخياطة هني ردغياتها تنشف سنحاول انني نعمر هادك الخشب البريون ونحاولو انا نديرو فشي سوبيرا اولا ميكا كما انا خليته فش را تتيه طير بالساف فش تكوني خدامة به تيطير بالساف وهنا يوتا نديرها تنشف تجعلها تشكل زوينة نقدرو نخدموها بالذهبي اولا بالفضي اولا باللون اللي بغيتون شوما بالاسود اولا بالازرق اللي تتفضلو اولا اللي بغيت فين غادي تحطوها باش نسقو الالوان اهني هاد تبسل تنحاول انني ندير بحال حامل تنديهن نقدرو نديرو السكوتش اولا بحالاكا ندهنوها غير الجوانب ونديرو نفس العملية نحاول انني نحيدو الزوائد منتع القولة قاعد نحاول ان نعود نرش هادا كليبريو شي حاجة اللي سهلة وبسيطة نقدرو نصيبوها لدارنا اولا نعطوها كادو اولا نديروها بداية مشروع مربح لاي واحد بغى يعود فيهم البيع شي حاجة اللي بسيطة وسهلة وش حال من واحد انا سولني على الطريقة كيفاش خدمتها غير من شي حاجة بسيطة كما تنقولو اعادة تدوير تنصيبو شي حاجة اللي نقدرو نستفدو منها انا نحاول انني نتبت هادا كليبريو ونحاول انني نحيدو الزوائد اللي كانة ونخليوها تنشف رفشة تنشف رهية الدغيات تنشف ولكن نخليوها تنشف واحد الليلة ونمسحو دوك الزوائد باش ما تلصقش منهم القولة وتيجي تفزيل على هاد الشكل من بعد هادك شبيكة او هادك الخشب نتعلى اللي زر كانت لسقا فيه القولة حاولت انا نحيدها وهنا من بعد فاش درت الكاس في هالزليفة اللي غادي ندير فيها الشبيكة نتعلى البخور حاولت انا ننحيد الكاس الكاس اولا شي حاجة اللي بغتو تديرو حاولو انا كم تدهنوها شوية بسيت اولا بفازلين فاش غادي تحيدو غادي تكون سهلا هنا يحتاج الشبيكة غادي نزينها تقدرو تزينوها اولا تخليوها هكا كتاية تجيزونا اولا يلا ما عندكم شاد الشبيكة اولا ما بغتوش تخدمو بيها ديك الحفيرة فاش درنا الكاس نقدرو نبقى ونديرو بابي اليمينيو ونديرو تمام الجميرة ديالنا تجي تهي زوينة وتنكملو تزين غير الجوانب فكان هاد الشبيكة اللي بحالك وكان واحد الشبيكة اللي عريضة وكان واحد الشبيكة اللي شوية غارقة تنديرو لها بحال هالطريقة وتنحيدو الزوائد اولا اللي كانت تخصها الكولا تنزيدو الكولا ونرشو البريون تيجي شي حاجة اللي زوينا شي حاجة اللي بسيطة وبتمان اللي قليل دي بغا تنشوفو باخرات او لا شي حاجة اللي اتمينا لي طالعة نقدرو شي حاجة نصيبوها غير من الدار وفاش نصيب شي حاجة من الدار تتكون عندها قيمة كتر تنحول تنحول انني ندير هادك البواني او لا بحالك الحجيرة اللي تهز لي فاش نبغي نهزها او لا نحطها من فوق المبخرة تتكون عندها واحد المقابط تنديرو الكولا نتاع الشمع ونخليوها تنشوف تجيب هال كتجي زوينا وشي حاجة اللي بسيطة شي حاجة اللي غير عندنا في الدار وبتعمال لقليل وبسيط يعني تناخد هاد الكاس او لا هاد زليفة تنحول انني ندير نخليها بيضا او لا ندير نزو قحتها بالبريون خليت سكوتش ودورتو عليها كامل غدي نخلي غير واحد جشيها فاش غدي ندير الكولا والبريون كما تتشوفو او لا ندير مو ثلاثات او لا مربعات او لا شي حاجة عشوائية في الزليفة او لا الكاس انا حاولت انني ندير هاد طريقة انتو ما اا انتو ما بدعوا غدي ناخد الكولا نتاع الخشب او لا بيسبعالاف تببيسبعالاف عندها نفس النتيجة ولكني الكولا نتاع الخشب نتيجة تكون زوينة وتمن اللي تيطيح نقص على بيسبعالاف بالنسبة لبيسبعالاف را تتلصق العقيق تتلصق اه الاهرامات الكافيير بحل هكال هاد البريون تتلصقو او لا تنقدر نخدمو فيها حتى فتوب تيجي على هاد الشكل ونخلوها نشف من بعد تنزولو هادك السكوتش وتيجي من تراصي ذك البريون نتيجة جزوينة الشكل نتعلم باخرى تيجي على هاد الشكل نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم بتنسوش الى اول مرة تشوفوا القناة اه تشاركوا فيها وشكرا اه تحية للناس القدم هو مركزا تاع القناة تحية للناس اجداد مرحبا بكم والف مرحبا شي حاجة اللي بسيطة وسهلة والنتيجة اه زوينة اه شكرا لكم جميعا الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة